دي الغرفة اللي احنا انشأناها قبل كده انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز ارسم فوق الترابيزة دي عايز ارسم زي صينية كده وعليها كوب ماء او كاس من الماء تعيد هقرب اعمل زوم من البرسبكتف كده عشان ادخل جوه الغرفة طبعا انا حتى لو ما فيش كاميرا وعملت زوم هخترق الجدران وادخل جوه المكان اللي انا عايزه فقادي الترابيزة هالي انا هرسم عليها فبعدين هاختار الشيبس ومن الشيبس هاختار ريكتانجل عشان ارسم المستطيل اللي حيمثلي الصينية وحارسم انا للريكتانجل بتاعي بالشكل ده كده مثلا اه دي الصينية ممكن كمان اعمل كورنال ريديس على اساس يبقى دائري الاركان هقول مثلا تلاتة سنتي مثلا نجرب كده اهو بقى دائري شوية ممكن نكبرها جمان خليه خمسة سنتي بقى بالشكل ده اعملت زوم شوية اهو اه دي الشكل التو دي اللي بيمثل الصينية جميل جدا انا بقى عايز اجسم الشكل ده وفق شكل اخر يعني انا عايز ارسم شكل تاني الشكل ده يمثل زي مقطع كده او زي الشكل العام بتاع التكسيم اللي هيتم للمستطيل ده بحس يبقى صيني فهاختر line عشان ارسم الشكل وممكن اعمل حتى كمان دراك طيب اخليه سموس على اساس اعمل منحنيات اثناء الرسم وحب ده ارسم مثلا من الفرانت الشكل اللي هيتجسم اليه المستطيل بالشكل ده كده اي شكل كده وممكن طبعا ارجع عدله تاني انا رسمه كبير شوية بالشكل ده يبقى المفروض المستطيل حا يمشي على الشكل ده عشان يرسم لي السنية الكلام ده هيتم ازاي بقى عن طريق modifier اسمه Bevel Profile فانا هختار دلوقتي المستطيل طبعا باي اداء من ادوات الاختيار هختار المستطيل ومن المodify panel هختار من هنا Bevel Profile جميل في Bevel Profile بقى المفروض احددله دلوقتي الشكل اللي بناء عليه هيتجسم المستطيل ده فهختار Bevel Profile وهنقي الشكل اللي انا رسمته من شوية ده او ادي المستطيل دلوقتي تحول وبقى بالشكل اللي انت شايفه المفروض ان دي سنية طبعا شكلها هو شكل الخط المنحنى اللي انا رسمته ده انا ممكن دلوقتي بقى اعدل في البروفايل ده او في المنحنى ده على اساس اعدل في شكل صنعي فهختار البروفايل بتاعي واعدل بقى فيه براحتي ممكن من هنا اختار Vertex عشان يظهر لي النقاط بتاعت الشكل وابدأ بقى انقل النقاط دي النقطة دي مثلا اعمل move لها مثلا تحت شوية طبعا بص التعديل بيتم هو على المجسم اخد النقطة دي كده وارجعها مثلا ورقة واجبها قدام رحتي بقى انا اقدر اعمل اللي انا عايزه دلوقتي عشان احول الشكل اخليه يعني صنعية بجد مثلا بالشكل ده وانا اقدرت دلوقتي من البروفايل واقدر اعدل بقى فيه باي شكل بحيث ارسم الشكل النهائي بتاع الصنعية بتاعتي طبعا البروفايل ده هيفضل موجود انا ممكن بعد دلوقتي ارجع اختار line تاني وكليك يمين على البروفايل ده وحاختار hide على اساس ان هو يختفي من قدامي انما هو موجود طبعا ممكن اعمل كليك يمين واختار un hide all عشان يرجع تاني انما انا طبعا ايه حاخفي على اساس ان انا خلاص يعني هو قدى مهمته دلوقتي تعالا نشوف كمان ازاي اعمل زي منظر كاس كده واضعه داخل الصنعية دي طيب عشان اعمل انا الكاس ده فانا برضو هستخدم الموديفيرز هرسم شكل line 2D يمثل مقطع الكاس وليكن بالشكل ده كده طبعا برضو هعمل smooth اثناء الدراج عشان وانا بعمل دراج يبقى اقدر اتحكم في الشكل وليكن بالشكل ده مثلا كده يعني ده المقطع مفروض بتاع الكاس بالشكل ده اعمل كليك يمين عشان انهي الكلام يبقى ده المقطع بتاع الكاس هضيف عليه دلوقتي موديفير اسمه late modifier والليث موديفير ده وظفته انه هو يجسم الشكل ده يلفه حوالين نفسه علشان ينشئ مجسم من خلاله فانا هختار دلوقتي modify panel ومن modify panel هختار من modifier list هنا هختار late modifier ادي late modifier عملي الشكل اللي انت شايفه هو طبعا left line بزاوية 360 درجة عشان يعمل لي الشكل ده ممكن طبعا انا من هنا غير الزاوية اخليها 180 اعمل نص شكل او ربع شكل ولكن انا عايزه كده بس طبعا اللي قدامي ده مش كاس ليه بقى لان الاكس مكانه مش مزبوط زي ما عارفنا قبل كده من modifier symmetry انا ممكن افتح اضغط على لامة زائد دي واختار الاكس وانقل الاكس بتاع الموديفاير علشان يبقى الشكل كده مثلا يبقى انا بقى انقل الاكس زي ما انا عايزه يبقى انا عملت شكل الكاس طيب خلاص اضغط بقى انا دلوقتي create panel او اعمل اي حاجة تانية يعني عشان انا نهيت كده الامر ابدأ انقل بقى ال line بتاعي ده او الكاس المفروض بقى كاس دلوقتي انقله في المكان المزبوط بالشكل ده كده اهو في اي مكان بقى انا عايز انقله هنقله ارفعه فوق شوية عشان يبين انه فوق المندض جميل كده مفروض ان ده كاس بس في مشكلة دلوقتي مشكلة ايه انه هو ما زال سطح ما هواش مجسم انا لو عملت دلوقتي shift q طبعا shift q دي بتعمل render بتعمل لي اخراج للمشهد اعمل كده shift q شوف شوف سطح لانه سطح ما هواش مجسم فباين بالشكل ده هاقفل انا دي واشوف دلوقتي بقى ازاي اجسمه انا دلوقتي انشأته كسطح ولكن عشان اجسمه هضيف عليه موديفاير اخر نشوفه تلوقتي الموديفاير اللي هستخدمه دلوقتي عشان اجسم السطح ده او الكاس ده موديفاير بسيط جدا اسمه shell modifier هاختار الكاس ومن طبعا الموديفاير بانل هاختار الموديفاير ليست ومنها هاختار shell بمجرد ما هاختار shell عملي فعلا تكسيم للكاس لو انا قربت شوية كده بص بقى مجسم مش سطح او لو اخفيت shell كده سطح اظهره كده مجسم طبعا ممكن اغير هنا الاماونت الاوتر اماونت اللي هو التكسيم لبرا قيمته قديه فانا هقول مثلا لو انا خليته مثلا 2 سانتي كده مثلا بص حيبقى عامل ازاي جسمه بشكل طبعا كده كبير جدا طبعا الانر والانر اماونت والاوتر اماونت اللي هم التكسيم في الاتجاه اتجاهين جوه وبره انا هيك فيني اتجاه واحد فالاوتر اماونت هاخلي مثلا 3 من 10 سانتي عشان كده يبقى معقول جدا كده بقى مجسم المهم ما بقاش سطح بقى مجسم لو انا رجعت ورا شوية دلوقتي كده وعملت shift q عشان اعمل render نتأكد كده فعلا بقى مجسم ما بقاش سطح انا دي خطوط صينية دي عبارة عن مصططيل عملت له بروفايل وبعدين ضفت له بيفل بروفايل عشان يبقى صينية والكاس ده مجرد line وضفت له الموديفاير اللي اسمه ليس عشان يلف اللاين حوالين نفسه بزاوية 360 ويبقى كاس وكمان ضفت الموديفاير شيل عشان يتجسم السطح بتاع الكاس وده يبقى مجسم طبعا انا ممكن بقى اما تعلم الخامات اضيف خامة الزجاج الى الكاس ده فيبقى باين انه زجاج الصينية دي اضيف لها خامة معينة كل الحاجات دي هضيف لها خامات علشان تبقى بالشكل اللي انا عايزه حقفل الرندر ويبقى كده انا عملت بعض قطع الادوات المنزلية من استخدامي للموديفاير طبعا الغرض ان انا اتعلم ازاي استخدم الموديفاير والمفروض ان احنا تعلمناه هنجرب بقى الكلام ده نرسم بقى الصينية بشكل افضل كاس بشكل افضل مجموعة من الكبيات الكلام ده سهل حيبقى ان انت تعمله بتعلمك للحاجات دي